اشتركوا في القناة في شهر ذي الحجة والمسلمين كل عام بيحتفلوا بيها وتاجي بعد الحج عيد الأطحى المسلمون يا سنة تانية بيحتفلوا بعيد الأطحى يوم العاشر من ذي الحجة ومدة عيد الأطحى كام يوم أربع أيام المسلمون أول يوم في عيد الأطحى بيروحوا بعد طلوع الشمس بيروحوا للمساجد علشان يصلوا صلاة العيد وبعد ما بيصلوا صلاة العيد بيروحوا بقى بيتهم علشان إيه يذبحوا الأضاحى ربنا قال لنا في صورة الكوفر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم يعني إيه وانحر يعني واذبح الذبح اللي إحنا لما بنروح بيوتنا سنة تانية بعد صلاة العيد بنذبح إيه الأضاحى طيب ليه سنة تانية بنتبح الأضاحى كل عام في عيد الأطحى لشان ربنا سبحانه وتعالى كافئ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام لما استجابوا الأمر ربنا لما ربنا أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده سيدنا إسماعيل فربنا سبحانه وتعالى كافئهم بإيه إنه هو أنزل كابشا فداء لسيدنا إسماعيل من السماء الكابش ده اللي هو الخروف وإحنا المسلمين كل عام بنضحي بإيه بالكابش بنضحي بالخروف طيب إحنا عندنا فيه سنن وفيه أداب لازم نعملها للاحتفال بعيد الأطحى إيه هي السنن وإيه هي الأداب أول حاجة التكبير ومن صيغ التكبير يا سنة تانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طيب تاني حاجة عندنا في السنن وفي الأداب اللي لازم نعملها في أول يوم في عيد الأطحى بنعمل إيه قال اختسال طبعا إحنا كلنا مسلمين وطبعا المسلم لازم يكون نظيف في كل وقت وربنا كمان والرسول قال لنا إن إحنا لازم يكون عندنا خلق نظافة لكن في عيد الأطحى لازم إيه إن إحنا نختسل لصلاة العيد وإن إحنا كمان نلبس إيه الهدوم بتاعتنا النظيفة الحلوة وإحنا رايحين نصلي طيب وإحنا هناك طبعا بنروح نصلي صلاة العيد وبعد ما بنروح بنروح طبعا بنذبح الأضاحي وبناكل منها وربنا قال لنا إيه بسم الله الرحمن الرحيم فقلوا منها وطعيموا البائس الفقير صدق الله العظيم دي من صورة الحج طبعا إحنا عارفين إن فيه ناس ما تقدرش إن هي تشتري الأطحية في العيد فإحنا من واجبنا إن إحنا مسلمين لازم إيه بنتصدق بجزء من إيه منه للفقراء والمساكين لإن ربنا أمرنا بكده إن إحنا نطعم من جزء من الأطحية بتاعتنا الإيه للفقراء والمساكين طيب في عيد الأطحى فيه كمان سنن وفيه أداب لازم نعملها إن إحنا الحرص على صلة الرحم وزيارة قريبنا إن إحنا نتصل على قريبنا وإن إحنا نزورهم وإن إحنا نسأل عليهم لإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بصالة الرحم وكمان العيد ده فرصة عشان نزور قريبنا وإن إحنا نسأل عليهم وإن إحنا مسلمين لازم نقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا نشوف مع بعض النشاط بتاعني سنة تانية صفحة 41 بيقول لي إيه في النشاط ده اكتب صيغة تكبير العيد طبعا إحنا عارفين صيغة تكبير العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هنكتب هنا عندنا يا سنة تانية على الخطوط دي طيب تاني حاجة بيقول لي إيه ارسم وكتب سنة من سنة عيد الأطحى طبعا إحنا خدنا سنة وأداب الاحتفال بعيد الأطحى كل واحد دقاء يكتب أي سنة هو عايزها ويرسم كمان سنة من سنة عيد الأطحى كده درسنا يكون خلص معاني يا سنة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته